تحية السامي طاقة وماذا نرى السامي طاقة بعد الهبوط العنيف وأنا شخصيا ما كنتش أتوقع أن السامي يكسر مناطق الانعكاس دي اللي هي عنده مستوى تقل 14 جنيه ونص والسام عبط هبوط عنيف جدا جدا ولكن الأهم هو ما قصبش منطقة الصفة اللي هي عنده مستوى تقل 12 جنيه وتمانين خلينا نمشي مع بعض في السامي ده واحدة واحدة ونوضح وجهة نظر لو إحنا قلنا السامي السامي ده عمل لنا موجة من المستوى تدي ودي الموجة اللي تهمنا اللي إحنا بنبني عليها ومازلت بستهدي فيه إحنا قلنا السامي ده كل ما بيقرب من مستوى تقل الواحد وستين لحد مستوى تقل 78 فيه ودي مناطق شرائية السامي دهني فرصة هنا إن أشتري والسامي دهني فرصة هنا أشتري يعني السامي ما زال له أهداف سعودية وأهداف سعودية كبيرة اللي يهمني إيه؟ اللي يهمني إن أنا بعد ما بخلص كل هذا ببحث عن مناطق إناكاس وبعد كده أستهدف الشراء لو إحنا لاحظنا السامي ده عمل لدورة سرية من المناطق ديه دورة دورة سرية مكتملة ونزل صحاحة تصيح عنيف جدا لدرجة إنه كان يكسر منطقة الصفة يعني قصر مستوى 78 فيه وهو ارتد بسرعة يعني صراحة الساعة يعني ملحيتش هو السام يرتد في ساعة اللي هبطه ونزل طلع بسرعة وساعده بقوة وطلع لمناطق الثمانية وتلاتين فيه وكمال طيب خلينا جوا السامي ده وخلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة أنا ببتدي دورة سعرية المفروض إنه ده اللي يكس بتاعها يعني أنا ده اللي يكس بتاعها فمازلت باستهدف مازلت باستهدف صعود قوي من المناطق دي طيب أنا ممكن أخد أهدافي بأكتر من طيب ممكن أخد أهدافي من الموجة دي نفسها اللي هاخد القمة وقاع وأبحث عن مستويات المية واحد وستين في بودا سيناريو ويفضل إنه نمشي عليه ده ليه لنأخد الموجة كلها الموجة دي ممكن تكتفي ما بين مستويات الـ 24.5 إلى مستويات الـ 26.5 ده سيناريو الآخر والأهم إن أنا أبتدي أمشي مع الدورة السعرية بتاعتي واحدة واحدة إزاي إن أنا عملت واحد اثنين بعد كده أبتدي واحد اثنين تلاتة وإلاخل هاختما أخد الموجة التال طيب مفروض أخد أهدافي إزاي هاخد كل موقع لتشكله عندي من المناطق دي طبعا وقف الخسارة وآخر قاع تشكل بدون تفكيري تمام وأبتدي أبحث عن مستويات إيه هبتدي أبحث عن مستويات المتين الـ 261 فيبو كهدف للدورة بتاعتي ألاقي إن أنا قريب جدا من مستويات الـ 25 جنيه وأعتقد إن السعر ما يكسر مستويات الـ 22 جنيه في الموجة الجاي خلينا نمشي مع الموجة واحدة واحدة وخلينا نمشي معاه وبلاش نحط أهداف مسبقة حاليا إحنا الهدف الأول بالنسبة لنا هو قصر القمة التاريخية للسعر اللي هي آخر قمة آسف تحركت على هذا السعر اللي هي القمة دي وأنا عايز أكسر القمة دي وأنا بعمل بوم يعني بسعود قوي حتى لو وصلت لعندها وتراجعت يعني الإنسان ممكن يسعد لحد القمة دي ويديني فرصة مرة تانية أشتري مقبل تكملة الاتجاهة للسعر مازال ليت سهم أهداف سعودية وممكن كمان نفضل رسمين بقى قناة سعرية على القاع والقاع اللي تشكلوا عندي هنا وهنا وأبتدي أستهدف إيه؟ وأبتدي أستهدف كسف الحد الأولوي للقناة دي وأعمل سقوط قوي مرة أخرى وأعمل أهداف سعودية جديدة ومازلنا على تريند صاعد لهذا السعر مهما حصل الستوب بتاعنا الحد الصفتي للقناة القصر في وقته وبعنف وستقرة تحت منه ونخرج عندنا دعم قوي جدا مستقرة 13 جنيه أتوقع أنها خلاص مشتكسر وخليني نمشي مع السعر من واحدة واحدة وما زلنا نستهدف أهداف كبيرة لهذا السعر وبالتوفيق